أول حاجة أتمنى جد تسمعوا هذا الفيديو للآخر إنكم ما تعملوا سكب على هذا الكلام تعطوني أذانكم لحتى أوصف لكم صورة الوضع إشي اللي صار بالزبط حالياً أنا مش متوقع إنه الصبح إيجا بالمرة ما كنت متخيئ إنه هاي الليلة تمر على خير أنا عشت في الحرب اليوم أكثر من 276 يوم أبداً ما خفت إلا في هاي الليل لأنه اتحصرنا من كل مكان حالياً أصلاً مش قادرين ننزح من المكان اللي إحنا فيه بسبب الكوات كابتر قصرف مدفعية رموا علينا ريحة غاز بتخمك كثير عدد شهداء مش عارف تطلع مش عارف تتعرف إش اللي أصلاً فيه بره فيه كمية قصف خيالية أحزمة نارية من كل مكان حاصرونا وفوق إحنا إحنا كمان والله والله جعنين وخلاني الواحد يحكي زي هيك بس أمبارح كنتوا تحكوا عن هدنا أمبارح كنتوا تحكوا عن نفط لاغنارو والحديث واليوم أنتوا تزرو فينا بالشمال إش اللي بصير أنا مش فاهم بس كل اللي بدي أفهمه أنه أنتوا لازم تفهم أنه صورة الوضع حالياً كل العيون خليكم مركزين على شمال غزة لأنه إحنا مش بس بننباد إحنا بنجوع وبننباد كمان ومش قدرين ننزح لأنه حالياً حركة النزوح مقتصرة على بين التفاح جبالي معسكر والغرب ما فيش أي مكان وإنك تروح كله تحت الطيران وكله تحت القصف فدعونا يعني ممكن الساعة الجاي نكون من عدد الشهداء يعني أسأل الله أنه يتقبلنا ولكن بتمنىش أني أفقد أي حال فدعواتكم جداً